نروح لمستقبل كسر رابطة وحسب طبعا تصريحات عامر حسين عضو الرابطة النهاردة كان فيه مؤتمر صحفي لربطة الاندية تكلمه طبعا عن يعني اكتر من الموضوع وحاجات كتير وملفات تخص الكرة في مصر وتخص مسابقة الدولي والمسابقات كلها ومنها كسر رابطة اللي تم استحداثه يمكن عامر حسين اكد ان الشراك بداية في كسر رابطة هيكون اجباري على كل الاندية وده طبعا المسابقة دي هتتلعب في نفس التوقيت اللي بيبقى فيه ارتباطات دولية واهمها طبعا بطولة امم افريقيا في بداية السنة الجديدة بداية 2022 في الكاميرو هتلعب في نفس التوقيت ده بطولة الرابطة والحقيقة كمان يمكن عامر حسين قال ان اتحاد الافريقي محددش معيد كتير منها من الفعاليات زي مثلا كاس سوبر افريقي اللي هجمع بين الاهلي والرجع او رجع البيضاوي يعني المغربي وبالتالي ده اللي يمكن معطل شوية وضع الجدول او تصور نهائي الجدول المسبقة الدوري لغاية نهاية الموسم المفترض يعني او المتفق عليه انه الجدول هيتم وضعه بعد انتهاء مشاركة مصر وان شاء الله تكون بعد تتويج مصر منتخب مصر ببطولة افريقيا بعدها هيتم وضع الجدول بشكل كامل حتى نهاية الموسم في ظل عدد كبير جدا من التزامات اللي بتواجهها الكرة المصرية عندنا موعيد البطولات الافريقية اللي بتتغير الى حد كبير عندها طبعا مشاركات المنتخب المصري هيكمل في بطولة افريقيا ويوصل للنهاية ولا من الممكن يكون يعني خروج مبكر لقدر الله عندنا كمان مشوار انه عندها المصرية اللي بتشارك في بطولات افريقيا هتوصل لغاية فين كل ده هيتبني على اساسه طبعا الجدول النهائي لبطولة الدوري موسم صعب موسم صعب بكل المقاييس احنا نوفمبر تقريبا وقفنا نصه يعني وقفنا نص الشهر او اكتر من نص الشهر هنرجع نكمل البطولة لغاية يوم 30 وبعد كده نقف تاني عشان المنتخب يشارك في بطولة العرب يرجع بعد بطولة العرب ان شاء الله لو كان مشواره طويل هنشارك فترة بسيطة في بطولات محلية ويبتدي معاها كمان دخول الاندية المصرية في بطولات افريقيا وهي نقف تاني عشان نروح بعد كده لبطولة امم افريقيا فموسم هيكون في منتقى الصعوبة الحية